لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة أول هجرة كان معهم جعفر بن أبي طالب ابن عمه وابن مسعود وبعض الصحابة مجموعة قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لي فرجا راحوا رجال ونساء إلى الحبشة وجلسوا عند الملك النجاشي وكان نصرانيا وحوله القساوس والرهبان كان رجلا متدينا فلما جاءوا إليه وحدثوه بخبرهم قال لهم النجاشي يسألهم هل عندكم شيء من كتابكم عندكم شيء من القرآن اللي تقولون عنه قال جعفر نعم قال اقرأ عليه فأخذ يقرأ عليه سورة مريم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا واخذ يقرأ قصة مريم مع عيسى نصارى وهو يقرأ إذا بالنجاشي تدمع عينه ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة لكن ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آيات قرأها جعفر ففاضت أعينهم هم إذا كانوا مؤمنين صادقين أقرب الناس للإيمان بكتابنا القرآن الكريم